بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان خليونا نبتدي الحلقة وإحنا عارفين حلقة دي حلقة السنة الجديدة بداية السنة الجديدة وأنا بقول لكم كل سنة ونطيبين سنة مليانة بركة ونور وفضل ونعمة لكن أبتدي معاكم بحاجة لازم نتكلم عنها من الأشياء اللي حصلت لنا في حياتنا بسبب التدين الكمي حاجات كتيرة جدا جدا تتعلق بتربيت أولادنا وإحنا في الحقيقة مش هينفع أن احنا نتغاضع عنها لأن هم هذه المعاني اللي وضعوها في حياة الناس بتعقهم وبتخليهم دايما عندهم حالة من حالات التحديات الموهومة اللي ملهاش لازمة زي بالضبط مسألة التهنئة على السنة الجديدة كمان في حاجات تتعلق بأولادنا وفي تربيتهم ففي ختم سنة وبداية سنة جديدة بيحب ناس كتيرة ومنهم أولادنا أن هم يحتفلوا بدخول السنة الجديدة في ناس بقى من الأهالي اللي وصل لهم التدين الكمي بيعلموا أولادهم أن مجرد الفرح بالسنة الجديدة حرام الفرح اللي مفوش ارتكاب اسم ومفوش صخب يؤذي الناس ده بيقولوا له ما ليه حرام فهل فعلا الفرح بالسنة الجديدة حرام؟ لا الفرح بالسنة الجديدة والفرح بكل شيء جديد عبادة الفرح بالسنة الجديدة ممكن يكون عبادة ومن أجمل وأجل العبادات لأنه فرح بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر النعمة ربنا لأن الله سبحانه وتعالى قال ولأن شكرتم الأزيد أنكم طب فين النعمة؟ شوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ومن رحمتي عمل إيه سبحانه وتعالى؟ جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم ولعلكم تشكرون السنة الجديدة هي هتيجي السنة الجديدة وهيجي الزمن من تولي الليلة والنهار وعشان كده بقى مسألة السنة الجديدة ده مرتبطة بنعمة إن احنا نشكر الله على نعمة الزمان هذه نعمة من أجل النعم في حياة الناس ففي عبادة يا سادة منسية محتاجين نحييها في القلوب بقلوب أولادنا بالذات أولادنا بالذات عبادة علمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة الفرح بالنعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعشان كده الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جاء على الليلة والنهار يبقى إيزا دي نعمة نعمة محتاجين أن نحن نفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى مين لأمرنا أن نحن نفرح بالنعم مولانا سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان أكد لنا ده وقدم لنا مذكرة تفصيلية وشرح لنا ده لما كان حضرته بيسوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله على نعمة ميلاده صلى الله عليه وسلم واحتفالا بيوم مولدي الشريف فلما سؤل حضرته النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدته فيه ويوم بعسته فيه وأنزل علي القرآن فيه فإحنا لما بنفرح في بداية السنة الجديدة بيكون نيتنا أن احنا نشكر ربنا على سنة عدت والحمد لله عدت وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها وده مرة تانية نتكلم معنا احنا الكبار بقى في تربيتنا احنا في تأسيسنا احنا إزاي نتكلم على أن احنا إزاي نتربع على أن الزمن نعمة وأن السنة الجديدة دي نعمة فإحنا بنشكر ربنا على أن السنة مرت بنعم كتير وسنة جاية بنعم أكتر وعشان كده بنتوجه إليه سبحانه وتعالى وبندعي بقلب جواه يقين أنه يجعل السنة الجديدة مليانة بالخير والنور ووسع فدي عبادة ومن أكتر لأوقات اللي ممكن نعلم فيها أولادنا قد إيه ربنا بيحبهم هو وقت الفرح بنعمة السنة الجديدة إيه دا؟ أنتم مش هتقولوننا أن السنة الجديدة دي عب لا 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 نعمة لأن البدايات يا سيدي بتبقى مليانة بأنوار الله سبحانه وتعالى لو سمحت بركزه معايا عشان أولادنا محتاجين حياتهم تبقى أحلى من كده وأفضل من كده وأكثر وعيا من كده يجي بعد ما نتراكم الأشياء في حياة الأولادنا نيجي بعد كده نقول أولادنا طالعين معقدين ليه وعشان كده نعمة البدايات وبداية السنة الجديدة دي نعمة نعمة ليه لأنها حديثة تعادم بربها فمن سؤن الله في البدايات أن هي بتبقى مشحونة بالنعم زي نعمة وعشان كده لازم نقابل النعمة دي بعبادة الأمل وشكر الله على نعمة السنة الجديدة فتلاقي إلوبنا بيملاها الهمة لما نحس أن فيه مدد من ربنا يحصل لنا تلات أربع حاجات كده ويحصل لأولادنا هذا الشعور لما يحس أن السنة الجديدة دي نعمة وهو هيشكرها يحس بالهمة والنشاط ويستبشروا أن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل عليهم أن هم يعيشوا حياتهم أفضل من كده يبقى النشاط ويستبشروا أن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل أننا ندي ظهرنا للماضي بأوجاعه مش ندي ظهرنا نقول أن الأوجاهة دي كانت اختبار وتعلمنا منه الدرس فنقفل ونتخلص من الأوجاع ومن المخاوف ونستقبل عهد جديد وإحنا متيقنين أننا في كنفر ورحمة ربنا سبحانه وتعالى وزي نعمة التعرف على الله والرضى سبحانه وتعالى والرضى به سبحانه وتعالى لما بنرجع السنة اللي فاتت ونحس قد إيه كانت مليانة بأرطاف الله ووده وتوفيقه نقل أن الأحداث الصعبة كانت نعمة لأنها خرجت أجمل ما فينا فتعلمنا التسليم والرضى والثبات ونعمة العبات الجديدة اللي ربنا بيدهاننا في السنة الجديدة في كل بداية سنة جديدة الإنسان فينا بيحس كأنه صابح عارفين صابح يعني إيه تحس كده وكأنه عامل زي الزرع المسقي صابح كده ومورد بيحس إنه مولود جديد برزق جديد فبيعيش بنفس جديدة وبقلب سليم لو إنه هو حسب مقدار هذه النعمة وحتى لو كانت النعمة مكررة إزاي بقى نحتفل مع أولادنا بالسنة الجديدة إزاي نفرح مع أولادنا بنعمة البدايات أول حاجة لازم نعلم أولادنا إن هم يتخلصوا من أعباء المخاوف وأعباء الماضي بإيه؟ بإن إحنا نتوب عن معصية عن المعصية ونتوب عن أهم معصية من المعاصي اللي عندنا معصية إيه؟ استصغار النعمة فتوبوا إلى الله أيها الأباء من معصية إن إنتوا تعلموا أولادكم استصغار النعمة وإنتوا نفسكم بطلوا استصغار النعمة واحد عنده كل غريق في النعمة فيقول لك فين بقى؟ ربنا ما تدنيش أنا منتظر يعني منتظر الفرج واللي إنت فيه ده إيه؟ ده بعض الناس بيظلوا بالأربعين سنة يشكروا ربنا على نعمة الكلام أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة الإحساس أو نعمة الشم وإحنا عندنا درس كبير جدا جدا تعلمناه في كورونا بلاش تدخلوا السنة الجديدة وقلوبكم مليانة بالمخاوف والأوجاع بلاش تورسوا بلاش سألوني ما أسوأ ميراث أن تورسوا أولادكم المخاوف بلاش تربوا أولادكم المخاوف ادخلوا السنة الجديدة مع أولادكم وإنتوا محسنين الظن بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى على لسان الرحمة المهدى قال لكم أنا عند ظن عبدي بي فظنوا بالله سبحانه وتعالى فتوبوا عن سوء الظن وتوبوا عن استصغار النعم تاني حاجة علموا أولادكم استثمار البدايات مين اللي علمنا استثمار البدايات يعني استثمار البدايات إن البداية دي لازم نوسع النفع بيها وكمان نجعل ثمرتها ونجعل الخير اللي في البداية ده يستمر معانا بقدر الإمكان مين اللي علمنا هذه المهارة ومين علمنا هذه العبادة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تأتيه أوائل الثمار اللي احنا بنسميها البشاير كان يضع على فمه وفي رواية عند ابن عشاكر ويضع على عيني الرواية الأساسية عند الإمام موسي ويضع على عيني لأنه شايف فيها نور إن هي إيه حديثة عهد من بربها ولذلك قال كده وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس ليه طيب عشان تستمر للمستقبل وكأن حضرة النبي يقول لنا استثمروا نعمة البدايات في المستقبل فالطفل رمز المستقبل وعلشان كده بنعلم أولادنا إن هما يتخلصوا من هما وصغيرين إن هما يستثمروا النعمة معنا استثمروا النعمة واختنامها عشان يتخلصوا من كل أوهامه لما بنعلمهم إن كل يوم ييجي علينا يوم جديد لازم نفكر نفكر بشدة إزاي اليوم دوت بنوره يفضل نوره مستمر في حياتنا ولازم نفتكر معنا البداية وإحنا بيجينا كل يوم ونسمع صوت اليوم وهو بينادينا وينادي علينا ويقول لنا أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني إزاي نغتنم البدايات مثلا إننا ننو نتخلص من عادة من عاداتنا السيئة أو ننو إننا نتعلم كل حاجة في كل يوم حاجة جديدة فنتعلم شيء نافع في مهنتنا في مدرستنا في بيتنا في علاقتنا وما تخافوش على أولادكم إن المعارف تزيد عليهم هم مقلوبهم مفتوحة وبيحبوا السرور تالت حاجة تكلموا أولادكم عن عبادة الأحلام الكبيرة علموا أولادكم إن يكون عندهم أحلام كبيرة ويكتبوها وتفضل عندهم وعلموا إن الدفتر دوت هو دفتر حسن الظن بالله وإن الأحلام الكبيرة من حسن الإيمان دايما أنا بقول لأولادي وعلمهم حك ما أنا بحبها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة بعض الناس من الحاجات الملح اللي حصلت لي واحد قال لي والحديث ده ما روامين الحديث ده مجموع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة جمعناها من أنوار حضرة النبي إن من علامات صدق الإيمان أن يحلم الإنسان أحلاما كبيرة لأنه عبده لأنه عبده الكبير وساعدوا أولادكم إنهم يخططوا الأحلام من دلوقتي وحطوا خطوات واعملوا أعمال صغيرة توصلكم للحصول على نتائج باهرة في الأحلام الكبيرة رابع حاجة مش لازم الماضي نقفله وإحنا زعلين منه ونقفله وإحنا كرهينه لا تعالوا نعمل حاجة مهمة قوي علموا أولادكم صناعة الزكرات ذكرة حلوة في بداية السنة إزاي إن كل واحد في البيت يكتب لكل حد رسالة فيها محبة أو امتنانة على حاجة حصلت في السنة اللي فاتت وتقدير النعمة وجوده في حياته أو إنكم تكلموا أحد بقى لكم كتير ما بتكلمهوش أو سيدة رحم صناعة الزكريات يا سادة صناعة من أجل من أجل الصناعات هي دي الصناعة اللي بتجدد حياة الإنسان وتبنيه وعشان كده هو معنى وقيمة وعمل جليل وجميل بيخلينا نفرح بنعمة ربنا في كل وقت وحين هو دوت أحد التطبيقات الجليلة لقوله تعالى وذكرهم بأيام الله خامس حاجة راعوا حقوق الأخوة من تمام الأدب يعني خلوهم يتعلموا إزاي يكونوا على تمام الأدب مع بعض وإحنا بنفرح بنعمة ربنا علينا وإحنا بنشكره على نعمته إن احنا نراع حقوق أخوتنا حق جار المريض أو لو كان عنده مشكلة فأرعيه نراع حقوق أخوتنا في فلسطين في استمرار الدعم والدعاء ليهم إن ربنا يفرج عنهم وينتقم من الصهاينة أعدقهم وأعدقنا نعمل بيئة إيه؟ من الإجراءات نفرح بيئة أولادنا بنعمة السنة الجديدة أول حاجازي أموال ده كان إيه؟ ده كان منهجنا في الفرح بالبدايات ممكن بيئة في الإجراءات اللي احنا نعملها ممكن كل فرد من أفراد الأسرة يشارك الأسرة هدف أو نية أو رغبة من رغباته في السنة الجديدة يشاركه أنت نيتك إيه السنة الجديدة؟ والله أنا نيتي إن أنا أبطل إن أنا أكون حساس والله أنا نيتي في السنة الجديدة إن أنا أتعلم إن أنا أكتب كتابة باللغة العربية والله أنا نيتي إن أنا أراضيكم شوية والله أنا نيتي إن أنا أقعد معكم وأفرح بجلوسي معكم نشارك بعض نعمل مجلس كده مع بعض ونشارك بعض النيات الجديدة دي سنة من أفضل السنن حضرت النبي كان يعمل كده يسأل الصحابة عن أعمالهم وكمان أنتوا كمان لازم تعودوا بعض وتكونوا عاوناً لبعض على الطاعة وتعاونوا على البر واتقوا فتبقى جلس التعاون على البر واتقوا الحاجة اللي جرأت تاني ويبقى جرأ في غاية اللطف نعمل عمل يدخل السعادة على قلب حد إيه اللي حاصل أنا عارف إنه كان محتاج إنه ألم سنه تخين فجيب له الألم واجيبه له كده مفاجأ يا سلام يفرح بيه قوي قوي ويلتبط إن ده حصل في أول السنة وتبقى مفاجأة لطيفة وفرحه ثالث حاجة نخصص وقت للامتنان كل واحد فينا يمتن لكل فرد من أفراد الأسرة الأخ يمتن الأخو يقول له والله أنت مش عارف فيه ناس كتير من غير إخوات أنت وجودك في حياتي ما خليني حاسس بإذن الله ليه سند وليه ظهر أنا أحبك قوي ونفس الكلام تعمله الأخت مع أختها ونفس الكلام يعمله الأب مع ابنه ونفس الكلام يعمله الأب مع والدته الأسرة كلها يمتنوا ويسلام له وكمان امتنوا الأحبابهم كمان من العائلة وكمان من الأصدقاء رابع حاجة نعمل مجلس للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان السنة تتنور وتبقى مليانة بالبركة فكريل لما كان سيدنا الإمام علي بيدعي في أول الدعاء ويدعي في آخر الدعاء ويصلى على حضرة النبي في أول الدعاء ويصلى على حضرة النبي في آخر الدعاء فلما سألوه قال الله سبحانه وتعالى مش ممكن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ثم ما يقبلش ما بينهما وعشان كده نعمل كده وخامس حاجة ندعي الله سبحانه وتعالى يجعل السنة الجديدة مليانة بالبركة والنور وممكن نقول الدعاء ده فاللهم اجعل عامنا الجديد أنور الأعوام في حياتنا وأن يكون باب سعادة لا يغلق وأن تفتح لنا أبواب الأرزاق التي كتب عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن تقسم لنا من راحة البال وشرح الصدر ما تزوق به قلوبنا جمال هدوء الحال وأن تغرق قلوبنا في حلوة الأنس بك والسكينة والطمأنينة في حضرتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سيدة بعد الفاصل هنستمر معاكم بنور للأنوار البدايات الجديدة سعادة وفرح وهنا وأمل وبشر بسنة جديدة مليانة بالنور والبركة ونبتديها بعد الفاصل بسمع أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا وأتلاقوا كتير في الفترة اللي جاي عندنا فعليات كتيرة وأسئلة لحضراتكم وأشياء كتيرة جدا 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 خلينا متواصلين دايما وهي صفحتنا اللي احنا كمان بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ولكن تعالوا ناخد أول سؤال في حلقتنا النهاردة مع الأستاذة نور أستاذة نور إزاي حضرتك يا شيخنا فضل ونعمة الحمد لله ربنا دايما يا رب أنا أكلم عنك ويبارك فيك وأنا عرضت عليه الكلام اللي أنا أتكلمته معاك فهو قال لي هو محتاج يتكلم عن حضرتك بس يا حد يفهمه أو إيه عشان هو أنت تقريبا سن واحد أو حاجة بس حصل يعني إن كده يعني فمحتاجوا رقمك بعد إذن حاضر حاضر يخذي رقم من الكنترول وحاضر على رأسي على رأسي يا أستاذ نور طيب معانا الأستاذ أحمد من الغربية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ أحمد أزاك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله والله عايز أسأل حضرتك بس سوفيه سؤالين عايز نسأل حضرك فيه تفضل السؤال الأول لو أنا عايز أعمل عمرة واحدة للحاج والحاجة متوفيين ينفع أو لازم أن يكون لكل واحد على حدة يعني هم عملوا عمرة عن نفسهم هم كانوا عملوا عمرة عن نفسهم قبل ما يتوفوا خلاص أنا أجاوب على حضرتك على حل ألطف كتير ويخليك إن شاء الله تبرهم إن شاء الله وتنتفع إن شاء الله ده السؤال الأول السؤال الثاني يا سيد السؤال الثاني أنا كنت يعني وابني صغير فقلت له لو دخلت قليل طب هبع عجله وفرقه فهو دخل قليل طب والسنة دي طبعا في السنة ثالثة فلسه ما دبعتش عجل لأن طبعا في المقدرة ما فيه شي دلوقت يعني هل في مستقبل هتقدر تتبح نعم قلت له أتبح عجل مش كده هل قلت الندرن علي أو كان في نياتك الندر ندرن أنا قلت هبح وأوزعه فكان قصدك إيه كان قصدي إن أنا هبح عجله وأوزعه خلاص طيب السؤال بتحركة أنت هتقدر تتبح ده دلوقتي أو بعد شوية والله أنا حاليا ما أقدرش برضو فمش عارف طب هل في المستقبل احتمال تقدر في المستقبل احتمال أوه إن شاء الله بإذن الله طيب إذا وصلت للوقت اللي أنت ممكن تتبح فيه إن شاء الله يوسع عليك ويبرك لك وإذا ما قدرتش تتبح خلاص هتبقى عندنا كفارة يمين هيبقى عندنا كفارة يمين لإن خلاص إحنا بنخرج من النازل بكفارة اليمين إذا لم نكن نستطيع أما السؤال الأولاني فنصحت لحضرتك النصيحة اللطيفة خالص أنت تروح تعمل عمره عن نفسك وبعد ما تعمل عمره أو قبل ما تعمل عمره تقول كده اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأبي وأمي إن شاء الله بنص بنص العلماء زي ما نص على ذلك الإمام القرف وغيره إن شاء الله يصل إليهما اللي كنين اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأبي وأمي إن شاء الله السواب يرسل اليوم إن شاء الله ويبقى أنت عملت العمرة ويبقى نيتك وإنت بتقول العمرة لبيك اللهم بعمرة عن نفسي مش عن أبي ولا عن أمي يبقى أنت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وعملت العمرة عن نفسك وهبت مثل ثوابها لأبيك وأمك ربنا يجعلك دايما من الأبرار يا سيد الحمد أستاذ محمد يتفضل أنا كنت مبالح كذبتك يا شيخ عمر أيوة يا سيدي وقلت لي أنت عندك أنا الوقت لما كل زعتين بعمل حمام أنا ممكن أعرف قرآن مجبنة أتنجع لو أنت عايز تقرأ القرآن من غير ما تمثل مصحف آه يجوز أن أنت تقرأ القرآن قرأة القرآن لا يحتاج إلى وضوء لكن المثل مصحف هو اللي بيحتاج إلى وضوء عند الجمهور خلاص لا ما أنت عارف أنا ما فيش تعالي خمس سنين أنا عندي 77 أنا يا حج عمر أنت ليس يا شباب يا حج محمد إيه اللي حجية دي أنت قاعد تقول لنفسك أنت قاعد تقول لنفسك الكلام غريب جدا يا حج محمد إيه حج محمد إنت بتقول لن عندك وسواس مبالغ طب إيه يعني وسواس يعني وسواس وسواس معناه إن أنت بتبالغ جدا 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 طب أسألك سؤال أسألك سؤال أنت بتتوضى كم مرة يا حج محمد مرتين مرة عشان مطبع فرض على فرض طب أنت بتتوضى مرة كل فرضية حاضر لا بتفضل في الوضوء قد إيه لا ما كملسي ومتعرف كل ساعتين مع من الحمام طب كل ساعتين مع من الحمام طب حاضر أنا بس كل الحكاية عايزك تهون على نفسك يا حج محمد لأن في الحقيقة الكلام اللي أنت تقولي في لحظة من اللحظات أن أنت يعني وده يعني بيني وبينك يعني ده بيخليك خليني بقول لحضرتك هون على نفسك وخليك زي ما قلنا مبارح أنت هتتوضى وتجمع ما بين السلاطين إذا كنت أنت مش قادر تجمع ما بين تجمع ما بين السلاطين بودوء واحد عشان أنت عارف الحالة اللي عند حضرتك وإن شاء الله ربنا يكتب لك الصحة والعافية حج محمد مين معنا تاني أستاذ أحمد يتفضل أهو أهو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لبركاته حج أحمد يالي يتفضل عند حضرتك بعد إذنك تفضل تفضل يا سيدة بالنسبة للتسبيح حضرتك كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مرة عد على زوجاته أحد زوجاته فكانت جمع شوية حصة بتسبع عليهم راح المسجد ورجع فقال لها أنت مزلت على ما سبتك لغاية ما طلعت ورجع فقالت له نعم يا رسول الله فقال لها طب والله أنا قلت أربع كلمات سبحان الله وبحمد زينة عرشك سبحان الله وبحمد رضى نفسك سبحان الله وبحمد مداد كلماتك سبحان الله وبحمد عدد خلقك في السماء والأرض هل معنى كده أن التسبيح بتاعي اللي هو لو سبحت مئة مرة ده يفوقه أقول لحضرتك أجاوبة لحضرتك أول حاجة لازم نعرف أن في حاجة سمع تسبيح وفي جوامع جوامع التسبيح من جوامع التسبيح هو مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يبين جلال هذه الكلمات فبيقول سبحان الله زنة عرشي ومدادة كلماتي هو يريد صلى الله عليه وسلم يبين اني اياكم تكون اعتقدكم في العدد خلوا اعتقدكم في المدد في مدد ربنا في اعطاء ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمات يمكن ان تكون اجل من الارقام اللي هي المئة والألف نعم ولكن ليس معنا كده ان احنا ما نسبحش بالمئة وبالألف ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد اكثر من سبعين مرة وفي روايات اكثر من مئة مرة من الاستغفار يبقى رسول الله اللي قال الكلام ده هو نفسه كان يكسر من الايه من الزكر ازاي بقى نجمع ما بين الاثنين ان حضرة النبي اراد فقط ان هو يبين جلال مقام هذه الكلمات وليس انه يقول تمسكوا بهذه الكلمات ولا تكسروا من التسبيح بالعكس ده الاكثر من التسبيح والاكثر من الزكر هو التطبيق العملي لقوله تعالى واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلة يبقى ايزا يبقى ايزا لابد من الجمع من بين الاثنين انت يبقى نجمع من بين الاثنين اذا داق عليك الوقت ومش قادر تسبح كل الوقت هذا التسبيح العظيم قلبك ما يوجعكش سبح بهذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر العظيم ويحصل لك ان شاء الله السواب الكبير ان شاء الله يبقى جدا جماعنا من الاثنين استاذ انور يتفضل السلام عليكم وفضلت الشيخ اه عليكم السلام عليكم لو كانت تفضل دلوقت انا كنت متجوز وكانوا حرمون من ابن خمس سنين اني بشوفوش ولما شفته كانوا حاولوا يرجعوا الموضوع تاني بعد ست سنين كان ايه كانوا حاولوا يرجعوا من طريقة ترجعني اه طب وبعدين حاجة كويس يعني اه فحضرتك كنت وقت حكم على اخواتك كل واحد بالسنة وبالفين جنيه غرامة فقالوا لي تلازل على القضية وترجع مراتك عشان ابنك فقالتوهم حاضر فلما تلزلت عن القضية لقيتها بتطلب طلبات مني بتقول انا عزة شاشة ال جي اه اتنين وتلاتين بوصة اه ديب لي بتلحق ماشي حاضر رجوة بتاني قالك ايمان بمئتين الف حاجة انور حاجة انور حاجة انور يكرمك ربنا عشان في بعض التفاصيل دي ما بينكم وبين بعض ماشي قل لي السؤال بقى قل لي السؤال دلوقتي هم طلبين طلبات تاني انا مش مقدرتش فانت دلوقتي هي الستة اللي وقت لما طلقتها طلقتها بورقة اسمعني اسمعني يكرمك ربنا حاجة انور يبقى انت لما طلقتها اديتها حقوقها وهي بقى الطلاق طلاق بائن فأنتوا عشان ترجعوا البعض لازم ترجعوا البعض بهقد ومهرج وداد صح كده؟ نعم أيو أيو فهي دلوقتي كأنك بتتجوزها من جديد نصحت لحضرتك أن أنت ببساطة خالص أن أنت تحس بأن أنت تبتدي حياة جديدة معاها ما تحسبهاش بالورقة والقلم اسبر بس حاجة أنه نسمع دلوقتي حفظ أنت الشيخ عاوزي الوصل مني بخمسين ألف جنيه يعني أنت لو سمعتين هيجرى حاجة؟ لا لا طيب قول اللي أنت عايزه حاجة بس عشان خاطر يخلي بالك بس ما تقولش أسرار طيب من الشقق أكتب لها باسمها ووصل أبلا بخمسين ألف جنيه طيب وبعدين فأنت دلوقتي المشكلة دلوقتي أن المطالب اللي هم طالبينها مش في مقدرتك طيب اتفاوض معهم على المطالب دي بس ندها لو كنت استنيت علي يا سنة كنت أنا أكلمك وأكلمهم فأنا كنت أكلمك أنت أقولك حيش يا سيدي أن أنت بتبتدي جواز من جديد ويمكن ده يخليك تتمسك بالجواز شوية وأنا أكلمهم أقول لهم اتقوا الله وما تخالوش في المهر عشان أولاد عشان الأولاد وعشان العيلة يعني أنت ما تعتبرش أن الجواز الجديد ده جواز بقى بيكمل الجواز اللي فات وتسترخص في الجواز زي ما هم فاهمين كده هم فاهمين أن أنت عايز تجوز الجوازة رخيصة يعني إيه ما تدفعش ولا ملين فيها فأنت حسسهم بالقيمة وقول لهم وكلمهم كده برحمة كده وقول لهم أنا قدمت السبت وأن أنا كنت يعني رغبتي أن أنا أصلح البيت ولابد أن يكون الكلام ده وتميبين أن أنا قديه عندي رغبة أن أنا أجمع البيت والأسرة والأولاد فيعني يعني مع بعض كده عشان نقدر نتجوز ده الكلام ليك والكلام ليها ما ينفعش أن هي تحس أن احنا ما استفدناش من اللي فات وفي نفس الوقت ما ينفعش إيه أن أن هي يغالف المهور بما لا تستطيع يبقى واحدة واحدة نسدد ونقارب ونتقل الله سبحانه تعالى في بعض عشان الأمور تمشي وربنا سبحانه تعالى بتسألوني إيه الأقرب إلى قلبي طبعا أن الأولاد تربوا مع أبوه ومه وده الأولى وده الأحسن بس في نفس الوقت لازم إحنا نعبر على أن إحنا استفدنا من الدرس الماضي وكمان نعمل ما به يطيب الخاطر فتعال نسدد ونقارب زي ما قلت لحضراتكم كده نعم أستاذ سامي من الشرقية اتفضل السلام عليكم أشياء وعليكم أستاذ أمر رحمة الله كاتو أستاذ سامي حجينا في 20 ساعة حج جمعيات طي خالص تعال بس نقول إنت دلوقتي خلينا بس إحنا دلوقتي لازم نفسه ما بين حاجتين يا حاج ساني إحنا دلوقتي الركن اللي عندنا في الحج هو الطواف طواف الإفادة اسمه طواف الإفادة وإنت عملت عمرة والعمرة من أركانها الطواف والسعي فإنت دلوقتي بتقول لي إحنا دلوقتي وكأنك إنت فاهم إن كل طواف لازم يكون وراها سعي إنت عملت طواف الإفادة فإذا عملت طواف الإفادة فإنت عملت شيء صحيح نعم مين معنا مين السيدة أمو أحمد السيدة أمو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته إحنا بنحبك في الله والله هنا وجوز بنستمر برنامج والله يبارك لك الله يعز حضرك يا حاج أمو أحمد وأنا بحب حضراتكم بحب الحاج أمو أحمد ربنا يجمع لهم من بين تمام الأجر والعافية ويوسع عليكم ويرضيكم وشرح صدرككم عشان خاطر وقت تحدياتك اتفضلي يا سيد تسألين إحنا حطين جزء يشغير على المعاشة أنا وجوزي في البنك يعني وبيجينا منه أرباح كل شاء فأنت ربطينه شهادات يعني فأولاد على قد حل فمن راضيهم بحاجة يشغيرة يعني منهم وبنوضع العشرة في المية طيب كويس يعني أنت دلوقتي ببساطة خالص اسمعيني طيب يا حاج أنت دلوقتي اللي حصل ببساطة خالص بيجيلك الفلوس وده محتاجة تركيز عشان أنت قلت كلام مهم لازم فأنت دلوقتي قلت أن الفلوس اللي جات لكم في المعاش بتحطوها ربطينها في شهادة صح كده ربطينها في شهادة وهي بتجيب لكم ريع كل شهر صح كده كل شهر بتروحي أنتم بطلعين عشرة في المية من الريع ده زكاة كل شهر بيطلع لله بيطلعي من الله عشرة في المية من الريع صح بس بنيفضي منهم الأولاد جزء صغير خالص بسيط يعني ما يذكر استني بس استني بس يا حاج بتطلعي العشرة في المية بتطلعيها لله صح آه آه وبعدين بتطلعي غير العشرة في المية حاجة كده صغيرة للأولاد صح آه آه أنت يزايل فل اللي أنت بتعمليه ده وقت إن شاء الله الأولاني ده هو الزكاة آه والتاني ده ده صدق ربنا يباركلك فيه وإن شاء الله يوسع عليك وعلى أولادك إن شاء الله الله يباركلك مدام بتطلعي العشرة في المية كلها لله وشوية كمان بتدي لأولادك مش من العشرة في المية صح كده آه ربنا يباركلك فيه ربنا يباركلي ويوسع عليك وعلى الحج أبو أحمد وإن شاء الله يجعلكم في صحة وفي عفية دايماً يا رب آه أستاذ أستاذ سامي يا فن اتفضل أستاذ سامي يا فن لما عملت عمر رابي الحج وأمرتين بعد الحج بس الطواف الإفاضة بتاع الحج ساعين حول كعبة سبع طواف يا حج يا حج أنت دلوقتي عليك طواف اسمه طواف الإفاضة فأنت عملته وده وتاسمه طواف الركن فإيه 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 المسألة أنت كل الحكاية بس حج سامي بس بعد إذن حضرها أنت حضرها بتقولي أنت عملت الكلام ده في 2017 وانت 2007 وحضرتك سألت الكلام ده تيجي 15 مرة حصل ليه بقى يا حج سامي أنا عايز أقولك حاجة ممكن بعد إذن حضرها بعد ما أنا جاوبتك ما تسألش حد تاني عشان ترتاح اسمعني بس يا حج سامي والله أنا حبيبك والله أنا عايزك ترتاح أنت فكر دلوقتي في إزاي الحج ده يملى قلبك نور ده اللي تفكر فيه عشان خطري ما تعدش أنت فكرة أن أنت تدور دايما على الحاجات وتتأكد تتأكد 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 ده عايخليك ما تشعرش بالنعمة اللي ربنا أنا عم بيها عليك فهدي بالك والحمد لله وربنا يكرمك ويبارك لك خلاص حج سامي ماشي يا فاني وهفضل أسمعك على طول بس ما تسألش في السؤال ده تاني ماشي اتفقنا لا مثلا فالهدي صحيح إن شاء الله إن شاء الله حج سامي نعم السيدة أم أحمد تاني ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السيدة أم أحمد حبيب 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 يا شيف اتفضلي أنا روزي أنا متجوز العرفي يعني عرفي ويتجوز علي يعني عرفي متجوز علي مش عارثة وهو كتب ورقة كده عند محامي كتب يعني كتب ورقة عند محامي قد ما أعرفش إسلام ما حدش يقول لي بوسوا أي حدي يسألني يقول لي لوحد يتجوز جوز عرفي أنا ما بعرفش الأسماء دي أنا أعرف اللي هو Guy وWow وأنا مقولتش إن الجواز اللي بيجوزو الناس وأول صدر T weerjohander niño وعلى فكره مش دا سؤالنا فين سؤالك يا حاجة أم أحمد فين سؤالك بقى بقى انت عا كنت ع τις أخذرك بص السؤال دو Sixtyコ ما يعني أي يعني إيه يعني إيه الجوز عرفي بقى مع هذا اللي أقولكم عليه بقول لحظائك يا أم أحمد إنت عايزة تقولي لي دلوقتي جوز الجوز فعايزة تقولي لي الرجل ده قعد في الحرام ولا في الحلال أول حاجة أستطيع قydi جوز يعني إيه الجوز تقولي للجاوز يعني ايه وانا اقول لك اذا كان الكلام ده حلال ولا حرم يعني ايه اتجاوز ولا انت مش عارفة اصلا انا بقول لحضرتك انا عرفت ان هو متجاوز عرفي مش رسمي يعني ايه جاوز عرفي طبعا لو سألني انا ما كتبتش عند مأزون هسأله ايه تفاصيل الجواز اللي اتجاوزته لان ممكن يكون الجواز اللي اتجاوزه ده محتاج فقط يروح يتوسق عند مأزون فانا معرفش لا هو شهره هو شهر الجواز بس انا ما كنتش عارفة انا ما كنتش عارفة يا حاجة محمد بس بالله عليك هو انا عارف دلوقتي ان المشكلة عند الستات ان الجوز في بعض الستات مش كل الستات يا محمد ان الستة تقول لك جوزي انا اسف انا اسف اللي بقوله يرافق اه يقول لك فيه مثل سخيف لازم يتشل من حياتنا السخيف مثل يقول لك ايه مليون انا اسف انا اسف مليون رفيقة ولا لزيقة ما بحبش انا الكلام ده كله اذا بكنش في شرع ربنا يبقى حرام عشان اسأل بقى عشان اجاوبك على ده لازم اعرف تفاصيل شرع ربنا ده المفهود اللي هو عند مأزون شرع ربنا انه هو عند مأزون بمعنى ان لو واحد ما كانش عمل كل اركان الجواز بس ما توسقش بروح اقول له روح وسقه عند مأزون اوقع تأملي كده معايا اوقع تخلينا اقول على حاجة حرام معرفش تفاصيلها ولو حد قال لك ان ده حلال ولا حرام من غير ما يعرف تفاصيل ده راجل ضلالي طيب هو دلوقتي انا عارف دلوقتي ان انت مكوية مش لازم يا انا عشان تبقى الراجل 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 انت بجاوزة بقالك كم سنة يا محمد انا بقالي سبعتاشر سنة بقالك سبعتاشر سنة انا عشان الراجل عمل حاجة تخليه عايز عايزة توقعي في الزنام مش نعرف الاول تفاصيل نتكلم بقى بسبب الجوازة دي انا بقى اتكلم انا في الكلام ده لكن تيجي تخلينا اقفتي في شيء معرفش تفاصيل ومش عمل كيره كل شوية يحلط حلفانات ما بينفزهاش ما بينفزه طيب ايه الحل معي انا 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 خالص هقولك الحل معي عايشة معي طيب وانا يعني خلاص مش عارس مش قادر اعيش معتيني هو انت عرفت الحكاية دي من امتى انا عرفت الحكاية دي اتبقى لي سبع شهور سبع شهور اه سبع شهور بحارب معي عشان نخلص من الموضوع دوت وعشان نعيش كويسين عشان خطر ولادنا مفيش مش راضي يستجيب نهائي طيب بص يا حاجة ماء لو عايزة حل حل وقاء يعني تعالوا انتو الاثنين وتعالوا نتكلم مع بعض في مركز الارشاد الزواجي لو عايزة حل وقاء يعني لكن لو عايزة حل تفتفضي فيه وتبيني وجعك فيه انا ممكن اقولك ان انت تعودي معاه وتكلمي ومعرفش ايه بس واضح ان انتو الكلام بينكم وصل الى مستوى مش هينفع تتكلمه مع بعض اللي انا شايفه دلوقتي اللي انا حسيته وفهمته من اللي حاصل دلوقتي ان انتو مفيش لغة حوار بينكم دلوقتي ولا في كلام ممكن نوصل بيه الى النتيجة فالكلام الصحيح هنا وقت الخبراء بقى تجوني على مركز الارشاد الزواجي نعود ونتكلم مع بعض ونشوف ازاي الامر ده يتحل وازاي الامر ده يتعالج هو ده الحل الوحيد اللي انا شايفه ينفع في الظرف اللي احنا فيه ده اذا يا سادة لازم نفهم انا بقول للناس خلوا بالكم لما حد يجي يسألكم عن حد تاني في فتوى محدش ايه محدش فيتيه غير لما يسمع من صاحب المسألة واتقوا الله سبحانه وتعالى لان في الحقيقة في مشاكل كتير بتحصل من ان الانسان لا يتثبت عند فتوى يا سادة احنا كان عندنا عام يتكلمنا عن عام جديد وزاي ان رب اولادنا على الفرحة وزاي ان رب اولادنا على ان هم يستثمروا ويختنموا نعمة البدايات يا رب جعلنا دايما من اهل استثمار النعم يا رب وجعلنا يا رب في فضلك وفي بركتك وتعالوا ندع ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الجديد فنقول اللهم اجعل عامنا الجديد انورا الاعوام في حياتنا وان يكون باب سعادة اللي يغلق وان تفتح لنا ابواب الارزاقي التي يكتب عليها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان تقسم لنا من راحة البال وشرح الصدر ما نذوق به جمال الهدوء وراحة البال وان تغرق قلوبنا في حلاوة الانس بك والسكينة والطمأنينة في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمي